قيادة الدراجات النارية ستصبح أكثر متعة وسهولة مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء شركات عدة بدأت عرض ابتكاراتها في هذا المجال وآخرها شركة لايذ ماب الروسية فهذه الخوذة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد مزودة بنظام تحديد المواقع العالمية جي بي اس ويمكن التحكم بها بواسطة الأوامر الصوتية وسيرى صائق الدراجة النارية الإرشادات مباشرة على الزجاجة الواقية للخوذة بتقنية الهولوغرام ولكن ماذا عن سلامة مرتدي الخوذة أثناء القيادة؟ اختران تقنية مميزة يمكن من خلالها رؤية الإرشادات على الزجاج بشكل شفاف إن الخوذة تعمل بمثابة مساعد شخصي بواسطة الأوامر الصوتية فقط من دون الحاجة للتشويش على الرؤية وإزعاج السائق تجدر الإشارة إلى أن الخوذة الروسية ليست الأولى من نوعها لكنها حسب مطوريها الأقل وزنا وكلفة من مثيلاتها فالعام الماضي كشفت شركة أمريكية ناشئة عن خوذة سكالي التي جرى تمويلها بشكل جماعي وتم تزويد سكالي بكاميرا خلفية تصور كل شيء لمن يقود الدراجة فضلا عن نظام للملاحة يشبه خرائط جوجل وتعرض البيانات الخاصة بالدراجة النارية كمؤشر السرعة وتسمح الخوذة الأمريكية للسائق بتلقي المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والرد عليها بوسطة الأوامر الصوتية وينضم إلينا هنا فيلو ستوديو مدير الشركة ستروكرز الشرق الأوسط ماهر رباني صباح الخير ماهر تتابع بالشغف هذه الخوذة ما رأيك فيها؟ الخوذة كويسة طبعا فيه شريحة كثير من الدراجين بيحتاجوا الجي بي أس بيحتاجوا يردوا على تأليفون والنسائين ولكن فيه شريحة أخرى بأعتقد من هوات الدراجين اللي بيحبوا شوي يطلعوا من جو الشغل ومن جو الكنسنتريشن التركيزي شوي في الجي بي أس وفي التكنولوجي اللي يسوقوا الدراجي ويفضوا راسا شوي يعني هكذا خوذة لا تؤثر على تركيز السائق خلال القيادة؟ أعتقد نعم بتأثر ولازم يكون اللي بدي استعمل هاي الخوذة لازم يكون عنده نوع من الترينينج التدريب متعود ما يلبسها ويطلع فيها على الطريق بالسيارات لأنه بأعتقد ممكن تسبب له نوع من التشديد إذا إيجاد تليفون أو عم بشوف الخرايط وقد تؤثر يعني إلى حدوث ارتباك بالقيادة أو حادث أصمح الله ولكن فيها خصائص كثيرة يعني أستاذ ماهر مثلا جي بي أس يعني في بعض الأحيان عندما لا يكون الشخص يعني يعرف المنطق يحتاج إلى جي بي أس بدلا من تكون لديه جي بي أس يعني أمامك جهاز تكون لديه في الخوذة ما رأيك؟ ليست هذا أيضا تساعد السائق؟ نعم أنا أعتقد أنه البايكرز الدراجين هني ثلاث أقسام القسم الأول اللي بيستخدم الدراجي كوسيلة للتنقل أو كوسيلة للهروب من الازدحام أو من الدراجة من الباركينج وفيه ناس بتحب تطلع على الدراجة بس للهواي وفيه ناس بتحب تنبسط ونس أويك مرة بالأسبوع يطلعوا على الدراجة بس عشان يريح راسه شوي من الشغل ويهرب من مشاغل الحياة أعتقد الفئة الأولى اللي هني بيستخدم الدراجي للمرحلة العملية بحاجة لهيك خوذي يكون فيها نظام يساعدين مثل الدليفوريز اللي بيعملوا التوصيل الامبوست ممكن الناس اللي بتشتغل في التصوير لأنه كمان فيها أوبشن للتصوير فممكن يحتاج أنه يكون في عنده كاميرا يصور الناس اللي حواليه في التراك لحرفي معينة فبكون عنده ترينيج معين بيقدر يستخدمها ضمن نطاق عمله وليس فقد نتاق عمله أستاذ ماهر يعني لو نظرنا لأوروبا في الكثير من الدول هناك من يستعمل الدراجة النارية بكثرة لأنه هناك ازدحام وبالتالي ربما كوسيلة الدراجة تكون أحسن وسيلة نعم هي الدراجة احنا منشجها أنه تكون أفضل وسيلة للتنقل لأنه طبعا بتحافظ على البيئة أكتر من السيارة وبتقلل ازدحام أكتر بكتير خاصة في المواقف ولكن مثل ما حكيت أنه في فئة من الدراجين ممكن تحب تطلع على الدراجة للهروب من مجال العمل أو الرد على التليفون أو يكون عنده تركيز كامل في وقت ركوب الدراجة اللي هي كهواية يعني عادة هذه الخواذ لا تستخدم من الذين يقودون الدراجات النارية الصغيرة يعني يمكن لهواة المسافات الطويلة لاستكشاف ربما مناطق في هذه المسافات لونغ رايدز كما تقولون عنها صحيح هنا أهمية الجي بي أس كما قلنا صحيح والتمرين حاليا في أغلب الدراجات الموديلات الجديدة فيهم جي بي أس بيلت إل زي السيارة بالضبط بيكون أمام الشاشة وممكن على السائق الدراجي أنه يتطلع على الجي بي أس من غير ما يكون مشتت غصبا أنه عم تطلع قدام عيونك الصورة ممكن أنت الجي بي أس اللي في الدراجي تلفت نظرك تنتبه على الطريق يعني تنساه شوي هل برأيك يمكن أن تستخدم هذه الخوذة في مسابقات الدراجات النارية؟ يعني هل لها فائدة في هذه المسابقات؟ قد يكون مفيدة للي بيستعملوا للتراكس الحلبي ممكن لا يعرف الروت قدامه بس أكيد هنا بيأخذوا تريننج بيكون حافظة يعني ما أعتقد كثير مهمة للتراكس أد ما هي مهمة للناس اللي بيكون رايحة على مكان مش عارفة وين كجي بي أس أو ممكن في ناس بتحب تردع تليفونه وهي سائق الدراج لأنه عندهم أعمال مهمة جدا ما فيهن ما يرده فكمان بتساعد طب أستاذ مهر يعني أنا أسمع منك وأنت تتحدث عن درجات النارية وعدم استخدام التكنولوجيا والهروب من التكنولوجيا للهواية يعني أفهم منك بأنك أنت يعني محب درجات النارية أدتنا أكثر عن هوايتك الدراجات النارية بالنسبة لإلي هي أسلوب حياة مش هواي ولا بأخذها ضريقة للتنقل هلا هي طبعا بأسلوب الحياة بتكون طريقة للتنقل ولكن مش هو الهدف الدراجات هي نوع من علاج فيزيائي علاج نفسي ثرابي سميه بس يطلع الواحد على دراجته شعور مختلف أنك تكون في سيارة بين حديد وأزاس بتكون مفتوح open to the skies مفتوح على السماء فيك تتحس بالهوا بتبعد عن تليفونك بتبعد عن مشاغلك عندك وقت وانت راكب على الدراجة بينك وبنفسك تفكر ولكن هل تنجح فعلا في الابتعاد عن التكنولوجيا سلوب حياة؟ نحن الآن أصبح التكنولوجيا في كل مكان حتى لا نستطيع نتخلى عنها؟ إلا على الدراجي على الدراجي ما عندك option لأنه إديكي وإجريكي ذي أربيزي فما عندك مجال لعننا الخوذة لهيك أنا ممكن أهرب منها بصغيري أكيد راح يستعملها لأنه إذا بتفيده مثل ما قوليت راح تكون دفنت لـ added value ولكن هناك من يتخوف من الدراجات النارية فهي خطرة في بعض الأحيان يعني لا تشعر بالأمان وأنت تقودها يعني بالإحصائيات الحوادث اللي بتصير في الدراجات أكتر بكتير من السيارات طبعا اللي بيسوء بتهور إن كان سيارة أو دراجي أو حتى ترك دفنت لرحيام الحادث ولكن اللي بيسوء برزاني أو بوعي كافي بعتقد بيكون سيف برأيك يعني عفوا بالعودة إلى موضوع الخوذة هل هي لا تزال تحافظ يعني مع هذه التكنولوجيا التي أضيفت إليها هل هي لا تزال تحافظ على السلامة التي يجب أن تقدمها للسائق نعم هي كسلامة حماية الرأس من الحوادث سمح الله أعتقد فيها المواصفات العالمية للحماية ولكن نقطة الإختلاف هي هل تكون لأنه أهم شيء عند السائق الدراجي هو التوازن لأنه دولابين مش أربعة فإذا فائد تركيزه بالتالي بفئت توازنه فمشكلة كبيرة على السيطرة على الدراجي فهل هي رح تسبب له فقدان للتركيز أو لا دكتور مهر يعني هذه الخوذة ربما تقودنا للحديث عن التكنولوجيا التي يمكن ارتداءها وبادة اليوم يعني منتشرة وتنتشر بسرعة أكبر ما رأيك في هذا ربما المفهوم التكنولوجيا التي يمكن ارتداءها هو مفهوم كويس بساعد كتير ناس في الحياة العملية لأنه بخفف عليهم حمل بخفف عليهم تواجد في أماكن معينة مثل الدسكتوب مثلا مش متربعة تقعد على الدسكتوب كل شيء صار يجيك على تليفونك ممكن أنك تحط سماعة بدل ما تقعد حتى تليفون في المكتب وتمشي وتحكي وانت في السيارة وانت سايق وانت ممكان فيه شغلات مفيدة دفنت لي بس في بعض الأماكن الثانية اللي هي الإنسان بيستعملها لا يهرب من التكنولوجيا التكنولوجيا لسه بتلحق فيه مثل كنت أستاذ معهر تهرب من التكنولوجيا أود أن أشكرك مدير شركة ستروكيرز الشرق الأوسط الله الربالي شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا